موسمك مع بارشلونة رونالدو كان استثنائي توجت خلاله بالهداف حصلت الحذاء الذهبي بتسجيلك 34 هدف أحرزت كأس الكؤوس الأوروبية بالفوز على باريس سن جرما وقتها بهدف وقعت أنت من ركلة جزاء لكن الغريب أنك تركت البارسة بعد موسم واحد فقط رغم أن أنت مرتبط مع بارشلونة بعقد ثمان سنين ماذا تركت بارشلونة؟ أعتقد أن ذلك كان ذلك مختلفة مختلفة بالفوزة في ذلك الوقت يبدأ عمل الكثير من المنزل في السيارة في المنزل اللطنة فبعا والتي تجد في بارشلونة فين ذلك هو كل يناول أن يدعي RI وكان هناك الكثير من المتحدث عن هذا العام. وأنا كنت جدًا في بارسلونا. أتذكرني أنني كان في المنزل المتحدة في نورواج أعطي مع برزيلا. أعطي أني كان في بارسلوني. أعطي أنهم يكونوا مقابلين. أعطي أنهم يقولون أنهم مقابلين. يمكنك التعليم. يمكنك التعليم. يمكنك التعليم بشكل موضوع في بارسلوني. نعم وضعهم إجابعا في بارسلوني. يمكنك التعليم بشكل موضوع في بارسلوني. أردنا الى الموضوع. أصبح مجرم بشكل موضوع سعيد من المقابلين. أعطي أنهم بشكل موضوع في بارسلوني، سأشترك من أعطي أنه يتحدث بشكل موضوع. ولكن بعد ثلاث دائما أخبرتني وقالي 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 لا يمكننا هذا التواصل معك إذا كنت لديك الممكن لتذهب فقط لديك المنزل لتعطي المنزل ثم يمكنك أن تذهب وفي أنها أصبحت الكثير من المنزل من المنزل من المنزل في المنزل المنزل وكي أصبحت الكثير من المنزل وكذلك أتذكر أنه وعندما يتحدث معي عن مراتي و إنترى ملاني وقد قالوا إنترى ملاني أنه يجب أن يكون تحديد ملاني وقد يمكنك أن يكون ملاني وقد يمكنك أن يكون ملاني وقد قلت ملاني وقد قالوا إنترى ملاني أن يكون ملاني ملاني لأن هذه الملاني لديهم ملاني لديهم ملاني لذلك أريد أن يترك وإنترى ملاني وقد قالوا إنترى ملاني في ذلك إنترى ملاني وقد قدمت أن يكون ملاني وقد فضلت ملاني ترجمة نانسي قنقر